كانت هذه إجارة البداية لتنطلق بعدها وسائل الإعلام السعودية في طريق الحديث عن العلاقة بين حليفي الانقلاب في صنعاء مؤكدة مضي المخلوع في مساعي تحجيم حلفائه أو الانقلاب عليهم إذا اقتضى الأمر بحسب وكالة الأنباء السعودية فإن المخلوع أعطى أوامره لأتباعه في فضح حلفائه الحوثيين والتهجم على زعيمهم معيدة الأمر لأن هذا التحرك يأتي في أعقاب تقارير عن مساعي حوثية لاغتيال صالح وإنهاء عهده وإخراج ما تبقى معه من حزبه من المشهد أو إلحاقهم بالجماعة ووراثة المؤتمر الشعبي العام قد يكون في الأمر بعض الصحة فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية هجوما غير مسبوق من قبل أنصار الرئيس المخلوع على جماعة الحوثي وزعيمها وهما قد يكون إشارة لتأزم فعلي في العلاقة بين الحليفين لكن بعض المراقبين قللوا من أهمية ما يحدث بين الحليفين الحاكمين في صنعه باعتبار أن الأمر برمته أصبح خارج سيطرة الرئيس المخلوع على الرغم من استمراره في إرسال الإشارات إلى أنه لا يزال قدرا على تغيير المشهد لصالحه واعتبروا ما تتحدث عنه الوسائل الإعلامية السعودية مجرد محاولة للإعقاء بين الحوثيين وصالح إشارة وزير الدفاع السابقة تقول الكثير عن هدف التناولات الإعلامية السعودية لموضوع تأزم العلاقة بين شركة الإنقلاب فهي ربما تهدف لإبعاد صالح عن حلفائه وإغرائه باتفاق سياسي يبقي عليه في المشهد إلا أن ذلك يبقى مشروعا غير مربح كما يقول المراقبون إذ أن صالح فقد الكثير من قوته وقدراته وبات تحت رحمة حلفائه الذين ينتظرون اللحظة المناسبة للخروج الهائي من عباءته